موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقة للانجاج دي بروغرماسيون بايثون في هذه الحلقة سنهضروا على الانستروكشيون دي كنترول إف أيلس ونرى الاستعمالات مع التوضيح ببعض الأمثلة نرى المثال الأول في هذا المثال الأول سنطلب من المستعمل أنه يدخل عدد صحيح طبيعي A سنكتب A تساوي INT بين قوسين INPUT SIZER ENTIER سنرى العدد عدد زوجي أو عدد فرضي يعني لدينا جوج في الكنديسيون سنرى العدد زوجي سنأفيشه المساج يعني زوجي وإذا كان فرضي سنأفيشه المساج أمبر سنكتب هذا بطريقة العادية التي رأينا في الحلقة اللي داست هنا بالنسبة للعدد زوجي هو كل عدد يقبل القسمة على جوج يعني إذا أعطنا العدد وقسمنا على جوج سيكون الباقي هو صفر هذا الشيء سنأبر عليه بالوبراتور بورسنتاج لذلك سنأبره إذا أعطنا العدد زوجي سنكتبه بمعنى إذا كان أ يقبل القسمة على جوج يعني أ بورسنتاج جوج تخالف صفر تخالف هي على ما التعجوب تساوي هنا سنأفيشه أمبر يعني أن العدد فرضي ليس زوجي إذا أدرت الإكزيكيسيون إذا أدخلت 12 أعطني أمبر عدد زوجي إذا أدرت الإكزيكيسيون ودخلت 13 أعطني أمبر بمعنى عدد فرضي ما يقع هنا هو أن البروغرام ترى كونديسيون الأولى وهي A% جوج كتساوي 0 إذا أدرتها كتساوي 0 سيأفيشي الميساج وسيدوز الإنستركشيون سويفانة وإذا لم أدرتها كتساوي 0 سيدوز الإنستركشيون سويفانة الإنستركشيون سويفانة هي أنه يتأكد كتساوي 0 في الوقت إذا كان يخالف 0 سيأفيشي أمبر سيأعل البروغرام إذا لم أدرتكش سيأعل البروغرام سيأعل الأولى إذا لم أدرتكش سيأعل الأولى نقدر كل يوشفًا ب Zeit نقوم بفراث فنوش ف Mu ف السنة إذا كان أبورسنتاج جوج كي ساوي 0 سيكون أفشي pair إذا لم يكن أبورسنتاج جوج كي ساوي 0 سيكون أفشي 1 pair إذا درنا الإجزيكوش دخل 12 كي أتني pair إذا در الإجزيكوش دخل 13 كي أتني 1 pair إذن هنا في هذه الحالة لديهم إحداهم إف كي تستيهم البروغرام ديالي بجوجهم رغم أنه إلا تحققات أبرسنتاج جوج كي تساوي 0 ما يمكن أن تحقق تقعد 2 كي في البروغرام حيث البروغرام الجوجة هي العكس للبروغرام الجوجة يعني إذا كانت الأولى صحيحة لا داعي أنه يتستي لكي ساوي غالطة هنا يمكن أن نخدمه بطريقة أفضل طريقة الأفضل هو أنه إذا كانت الأولى في البروغرام الجوجة سيكون أفشي pair وسيسهل البروغرام الجوجة بلا معاودي تستي لكي في البروغرام الجوجة وإذا كانت غالطة سيكون أفشي أمبار ويمشي في حالة ذلك هذه هي العكس من الأولى ممكن أن نكتبها باختصار ونبرها بألس نكتبها ألس ما يعني هذا؟ ألس يعني أنه إلا ما كانت إذا كانت كوندسيون A% جوجة تساوي 0 ستقوم بالخدمة وهي سيكون أفشي المساج أمبار وإلا ما كانت سيكون أفشي أمبار ما يوقع في هذه الحالة؟ هنا يوجد البروغرام بحال هذا الشكل هنا نطلب من الإتعليزاتور أنه يدخل أحد الأعداد عندما يدخل هذا العداد نرى ما هو العداد قابل للقسم على الجوجة A% جوجة تساوي 0 إلا كان سيكون أفشي أمبار وإلا ما كان سيكون أمبار وإذا ما كان سيكون أمبار هنا هو التست يدار مرة واحدة وبالتالي البروغرام سيكون أفشي أفشي أمبار لو استعملت كوندسيون إف نديروا تست إلا دخلت بأي إجزامل 12 يكون أفشي أمبار نديروا تست إلا دخلت 13 يكون أمبار جيدا نديروا نديروا un deuxième إجزامل نديروا كومنتار على الأول في الأمبار في الأمبار نديروا أنه يدخل لنا أحد العدد X حقيقي نديروا X تساوي فلوت بين قوسين نديروا 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 يعني يعني إف إكس أكبر من صفر التي هي القيمة المطلقة ستساوي X ونديروا الحالة الجوجة إلا كان X أصغر من أو يساوي صفر فالحالة العدد عندي سالب هنا القيمة المطلقة Y ستساوي المقابل X يعني ناقص X ومن بعد أن نساوي الحساب القيمة المطلقة سنقوم بإفشي هذه القيمة المطلقة بهذه الطريقة ومن نسبة الذي لا يفهم ماذا ندير هنا فضل فونكسيون print يستطيع أن يراجع الفيديو الذي يهدروا على هذه الفونكسيون التي رأيناهم في الفقرة الأولى نديروا ندخلوا عدد موجب خمسة يعني القيمة المطلقة هي خمسة إذا دخلت عدد سالب ناقص 6 يعني القيمة المطلقة هي 6 جدا هنا إلى رضيته البال X أصغر من أو تساوي 0 هي العكس X أكبر من 0 قطعا لذلك نستطيع أن نعودها بألس نكتب ألس دوب بوين ما معنتها؟ هنا كنت تقول له إذا كان X أكبر قطعا من صفر القيمة المطلقة ستكون هي X نفسها وإذا ما كانش سيكون سالب أو منعدم القيمة المطلقة X ستكون هي المقابل ناقص X نديروا إذا دخلنا PyExample ستا يعطينا القيمة المطلقة ستا وإذا دخلنا ناقص ستا يعطينا القيمة المطلقة ستا المقابل لها ستا ستا بالنسبة للمثال الذي دخلنا فيه F F جديد المرات فهذا المثال كان يعمل بهذه الطريقة هذه ستدخل له عدد X سترى عدد X أكبر من صفر إذا لقاه أكبر من صفر سيضع Y القيمة X نفسها حيث عدد موجب سيضع الإنسطرق إذا ما أتصل لغاية ست学来 أدود الإنسطرق اللي هي سيجل x 0 إذا صرت وضع Y المقابل X و ستعرض ثم ستعرض print لتبع المطلقة إذا لم ترح هنا x أو 0 و X أصار من أو تساوي صفر يتستيهم البروغرام بجوج يعني إذا كنت تكون الأولى صحيحة البروغرام ستتستي البروغرام ستستي البروغرام مع العلم أنها ستكون غالطة أما عندما نخدمه هنا يوجد البروغرام ستستي مرة واحدة البروغرام X أكبر من صفر قطع إذا أجد X أكبر من صفر قطع سيضع في Y لفعل X وإذا أجد البروغرام سيضع في Y لفعل X لذلك هنا يوجد البروغرام و من بعد أن أفشي القيمة Y لذلك بإختصار إذا كان لدينا جوجة البروغرام و واحدة هي العكس مثلا عدد زوجي و عدد فرضي مثلا عدد يقبل القسم على 5 أو لا يقبل القسم على 5 مثلا عدد مضاعف سبعة أو لا مضاعف سبعة يعني تكون لديك واحدة و العكس هنا نفضل أننا نخدمه بإف ألس نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا استعمال الإنستروكتون إف ألس الذي لا يفهم ممكن يسول في التعليق أو في البروغرام نراكم في الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا